خلينا نروح لأخبارنا سريعاً بلولكم الأخبار بنحطكم في الأجواء كلها لجوة النادي الأهلي والدنيا أخبارها إيه في الألعاب الأخرى هنمتيدي بكورة اليد كورة اليد استغلوا الفترة اللي فاتت وقال لك نعمل مطش ودي لا بمطش مع الوحدة السعودي الوحدة السعودي موجود زي ما حدقكم عارفين كل ما المنتخبك بيكسب وبيبقى حاجة كويسة هتلاقي الأندية كلها والمنتخبات جتمن عندك معسكرات الفريق الأول لكورة اليد بقادر كابتن طري محروس فاز على نادي الوحدة السعودي 32-25 المطش الودي تلاعب من برح في صلاة الأمير عبدالله الفصل الأهلي طبعاً بيستعد للجولة الخمسة في الدولة وهتلاعب بكرة الخميس مع نادي المعادي على صارتنا بالجزيرة أما نادي الوحدة في عام المعسكر تديبي في مصر ولعب المطش ده في سكة السعادات لبطولة العالم للأندي وخلينا أقول لكم أن الوحدة بيدربوا مصري كابتن أحمد نبيل وطبعاً السوبر جلوب البطولة العالمية الكورة اليدة تتعامل في السعودية طبعاً من 5 إلى 9 أكتوبر اللي إحنا فيه فريقتنا لعبت 4 مطشات زي ما حدوقوا عارفين كسبنا 3 وخسبنا من الزمالك طيب الدولي راح لأ لسه بدري لسه بدري اللي فاكراً الدولي حسم لسه بدري نظام الدولي السنة دي نظام يمكن مختلف عن كل سنة هنبقى نشرحه لحضراتكم ولكن الدولي لسه وأنا عندي ثقة كبيرة جداً في فريقتنا هتقولي أنت جايب الثقة دي منين؟ جايب الثقة أن ربنا بيدي لكل مكتهد الفرقة بتكتهد جهاز فني بيكتهد من نادي بيدعمهم بكل شكل من أشكال موفر لهم استقرار موفر لهم كل شيء أنا عندي ثقة أن اللي بيشتغل بيلاقي واللي بيتعب بيكسب وبينجح والكل مكتد نصيب أنا هتثقتي في الفرقة دي عشان كده فإن شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا وهتعود أي خسار سابقة إن شاء الله وهيبقى فيه يعني فترة فترة انتصارات لهذا الفريق